فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقلبا سليما والقلب السليم معاشر المؤمنين له علامات ومن هذه العلامات أن يكون قلبا مترحلا عن الدنيا متجافيا عنها غير مغتر بها عالم بحقيقة حالها وأنها دار الفناء والزوال وأنها مرتحلة وليست باقية كما قال علي رضي الله عنه إن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ومن علامات القلب السليم أن تكون همته واحدة وهي نيل رضى الله والبعد عن مساخطه جل في علاه ومن علامات القلب السليم عباد الله بعده ومجاهدته للبعد عن المعاصي والآثام والبدع وفعل الحرام وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن علاماته عباد الله العناية بتصحيح العمل أكثر من العناية بالعمل نفسه إخلاصًا لله وصدقًا مع الله جل وعلا ونصحًا في عبادة الله واستشعارًا لمنة الله عليه واتهامًا للنفس بالتقصير في جنب الله ومجاهدةً لها في طاعة الله أيها المؤمنون عباد الله وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن معتنيًا بقلبه عاملًا على إصلاحه مجتهدًا في تزكيته وتنقيته ترجمة نانسي قنقر